سبحانك يا لا إله إلا أنت الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الأشياء قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال المراد من الحد النهايات فليس لله من نهاية في كماله وفي جماله وفي جلاله وفي عظمته فليست له صفة تنال بحدود مداركنا تقدم الكلام في الشعن الأول في التأسيس في الأسس وأول أساس من تلك الأسس محدودية الإنسان فليست له صفة تنال بمدارك الإنسان ولا حد تضرب له فيه الأمثال كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات التحبير تحبير اللغات التحبير تطلق على الكتابة لأن الكاتب يستعمل الحبر والتحبير يطلق على ما يقوم به الخطاطون من تزيين كتاباتهم وتجميلها وزخرفتها وتحبير تطلق على تزويق الكلام وتزيينه وتحبير اللغات هو بذل أقصى الجهدي في البيان أن يتحدث المتحدثون بأبلغ ما يكون بأفصح ما يكون بأجمل ما يكون هذا هو تحبير اللغات كالدون صفاته تحبير اللغات فإن اللغات عاجزة مهما أوتيت من مرونة في التعبير ومن قدرة ذاتية في الاشتقاق والتفصيل والتنويع وإن كانت على ألسنة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات تصاريف الصفات ما نستطيع أن نتخيله ما نستطيع أن نتوقعه ما نستطيع أن نعتبره من وضع مراتب لتلك الصفات أو من وضع خصائص ومن النظر إلى حيثيات عميقة في دلالة تلك الصفات كل شيء سيذهب هباء منثورا فكل ذلك هو من خلقنا من شؤنات مخلوقيتنا فأنا لذلك أن يحيط بعظمته سبحانه وتعالى كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير جوامع التفسير لقرآنه أو جوامع التفسير لحقائق توحيده وحقائق توحيده في قرآنه الذي لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك هم الراسخون الراسخون في كل شيء الراسخون في العلم الراسخون في الغيب الراسخون في القدرة الراسخون في الجلال الراسخون في الجبروت وذل كل شيء لكم كلا دون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحارث ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور طامحات العقول العقول في أرقى مراقها والتي تطبح أن تصل إلى أبعد الغايات تاهت في أدنى أدانيها فيما هو الأدنى منها طامحات العقول في لطيفات الأمور لا بد أن أؤكد لكم من أن خطب التوحيد كهذه الخطبة وأمثالها خطب التوحيد التي وردتنا عن سيد الأوصياء في هذا الكتاب وفي غيره في نهج البلاغة وفي غيره هناك كلام كثير في التوحيد جاءنا عن سيد الأوصياء وجاءنا عن أئمتنا أيضا جاءنا كلام كثير في التوحيد إن كان ذلك في مستوى الأدعية والمناجيات أو كان ذلك في مستوى الزيارات والصلوات أو كان ذلك في مستوى الخطب والبيانات في كل ما ورد عنهم هناك من عجائب التوحيد في كلام باقر العلوم وصادق العترة وإمامنا الكاظم ومن عجائب التوحيد في خطب إمامنا الرضا وبياناته وهكذا هم نور واحد وحديث أبي حديث جدي وهو حديث الله كل هذه الخطب هي لا تعطينا تفصيلا علميا محددا إنما تضعنا في مقام الوله والحيرة الله 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 من الأله والوله الله الذات التي والمعنى الذي يأله إليه كل شيء ويصيب كل شيء الوله الوله في عظيم فيضه الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب الله من الأله ومن الوله حيث تتوجه العقول والقلوب بكل ما فيها والنتيجة في أفضل ما تصل إليه الحيرة لا أتحدث عن حيرة الضلال إنها حيرة المعرفة إنها حيرة الحب وحيرة العبادة فهذه الخطب التوحيدية هذه التي أقرأها عليكم على سبيل المثال وسائر الخطب الأخرى التي وردتنا عن أمير التوحيد عن علي وعنهم جميعا وحتى ما جاء من حديث عن التوحيد في أعمق الدلالات في الخطبة الزهرائية المعروفة فلقد تحدثت عن التوحيد في جانب من خطبتها الشريفة كل الذي جاءنا عنهم عن محمد وآل محمد إن كان في قرآنهم المفسر بتفسيره أو كان في حديثهم المفهم بتفهيمهم أرقى أرقى ما يمكننا أن نصل إليه الحيرة إنها حيرة المعرفة هناك حيرة الضلال أنا لا أتحدث عن حيرة الضلال أتحدث عن حيرة المعرفة وحيرة المعرفة هي الدهشة حينما يسيطر العجز على العقول والقلوب عن اكتناه ما تتوجه إليه هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها وهي حيرة لذيذة ولذيذة جدا ليس كحيرة الضلال التي تجعل الإنسان مصطولا حيرة الضلال شيء آخر أنني أتحدث عن حيرة المعرفة إنني أتحدث عن حيرة العشق وعن حيرة الحب إنني أتحدث عن حيرة العبادة الحقة في أفنية القرب وفي مسالك الجذب باتجاهه سبحانه وتعالى قطعا عبر وجهه عبر وجهه الذي نتعامل معه بشكل مباشر إمام زماننا وعبر وجهه الأعظم حقيقته المحمدية حين أقول حقيقته المحمدية لا أتحدث عن حقيقة كنهه سبحانه وتعالى مثل ما أقول محمد عبده محمد مملوك له فالحقيقة المحمدية مملوكة له هي حقيقته هو المالك لها فإنه كان جل شأنه وتقدس ولم يكون معه شيء وبعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية التي هي حقيقته حقيقته إنها الحقيقة التي تتجلى فيها العبودية في أعمق معانيها التي لا نستطيع أن ندركها المعنى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن الحقيقة المحمدية حقيقته هي في مقام العبودية التي لا نستطيع أن نتخيل معنى ذلك المقام إنما نردده على الألسنة فإن الله لا يعرفه إلا محمد وعلي كما أن محمدا لا يعرفه إلا الله لا يعرفه إلا الله وعلي كما أن علي لا يعرفه إلا الله ومحمد نذهب إلى فاصل سبحانك يا لا إله إلا أنت يستمر الأمير في خطبته الشريفة فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود النعت الصفة فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى سبحانه هو كما وصف نفسه كيف نعرف وصف الله لنفسه من المعصوم فقط فا قافط من المعصوم فقط سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه فما من مخلوق خلقه سبحانه وتعالى إلا وكان محدودا فالمخلوق محدود وهو الذي جعل لخلقه حدودا سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه وضع لها حدودا إبانة لها من شبهه فهو خلو منها وهي خلوة منه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها لم يحلل لم يكن حالا في شيء منها مما خلق لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يبتعد فيقال هو منها بائن هناك خطأ مطبعي فيقول والنسخة الأصلية الصحيحة فيقال أقول هذا لمن يتابع معي وفقا للنسخة التي أقرأ منها كي يلتفت إلى هذا الخطأ المطبعي لم لم يحلل فيها فيما خلق فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يكن بمنأ ببعد عنها فيقال هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين فإنه إذا خلى منها فهذا يعني أن مكانا خاصا به قد لجأ إليه ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه ذكرت لكم قبل قليل من أن وجودنا في علمه أرقى من وجودنا في عالمنا هذا وإحاطة علمه بنا ليس كعلمنا بالأشياء علم المخلوق مهما ارتقى حتى لو كان علما حضوريا العلم الحضوري كما يقول الفلاسفة هو العلم الذي يتحقق فيه حضور المعلوم بنفسه لدى العالم كعلمنا بأنفسنا كل منا يعلم بنفسه وما فيها فالمعلوم عندنا حاضر بنفسه ليس كعلمنا بغيرنا حين أعلم بغيري بحال غيري فإن المعلوم هو خارج عني الموجود في ذهني هو صورة المعلوم هو صورة غيري أما أنا علمي بنفسي فإن المعلوم الذي هو نفسي حاضر عندي حاضر في علمي فهذا مثال لتقريب فكرة العلم الحضوري وفي الحقيقة نحن لا نقيس علم الله على علمنا ولا نقيس علم الحقيقة المحمدية على علمنا ولا نقيس علم محمد وآل محمد في الأفق الباطني له في الأفق الحضوري في أفق علمهم الحضوري وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه إراءة إحاطية هذه رؤية إحاطية والرؤية الإحاطية هي فرع على سبيل التقريب ما هي بفرع على سبيل التقريب هي فرع لعلم حضوري فهناك علم حضوري عند الله وعند رسوله وعند المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذه القضية خارجة عن حدود الزمان والمكان هذه القضية خارجة عن أن العلم هو انطباع صورة المعلوم لدى العالم هذه إحاطة بالمعلوم نفسه وليس هناك من حديث عن صورة عن المعلوم نعود إلى الجوهرة المهدوية في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قلت لكم في الحلقة الماضية بنحو العصالة هي الحقيقة المحمدية وبنحو التفرع والتجلي محمد وآل محمد أئمتنا الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم الخلق كله وهذا الإياب لا يستند إلى علم من خلال انطباع صورة المعلوم لدى العالم هذا هو علمي وعلمكم أنا لا أنفي أن طبقة من علمهم بهذا المستوى لكن لا بمستوى الوضوح الذي عندي وعندكم في مظاهرهم البشرية فإن طبقة من طبقات علمهم تكون في مستوى صور المعلومات لكن درجة الوضوح ليست كدرجة الوضوح التي عندي ولا يوجد ترديد وتشكيك فلو انكشف الغطاء لهم وهذا التعبير تقريبي مداراتي من سيد الأوصياء فأي غطاء يحول فيما بينه وبين الحقيقة ما هو جوهر الحقيقة إنه الإسم الأعظم للحقيقة المحمدية وكل العلم في الحقيقة المحمدية وكل ما فيها تجلى في محمد وعلي لو كشف الغطاء لمزدت يقين الحديث هنا لا عن حقيقة حقائق العلم ما أشارت إليه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تلك إحاطة مطلقة تلك إراءة حقيقية ذلك حضور للمعلوم بنفسه وإحاطة بالمعلوم نفسه وذل كل شيء لكم كيف يتحقق هذا المعنى من دون أن نفهم أن العلم بهذا المستوى وحديثي هو بقدري وبحدودي وبياناتي لا أستطيع أن أصفها بأنها على أكمل وجه بياناتي هي الأخرى قاصرة اللغة قاصرة والعقل هنا قاصر والبيان قاصر وهذا هو الذي أستطيعه سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه لم يعزب عنه يعزب يغيب لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء الأمير يأتينا بصور تقرب لنا الفكرة إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة وكثيرة وكثيرة خفيات غيوب الهواء هذا بالنسبة لنا فنحن يخفى علينا الهواء لا نراه بحواسنا ربما نتحسسه لكننا لا نراه بحاسة البصر لا نراه بأعيننا ولا ندرك أسرار تكوينه حينما نلامس الهواء ويلامسنا ولا نستطيع أن نشخص مبتداه من منتهى إلى يومنا هذا من أعقد المشاكل العلمية للمتخصصين في دراسة في دراسة الأنواء الجوية من أعقد المشاكل العلمية معرفة حركة الرياح وسبب الخطأ في التنبؤات الجوية أتعلمون ما هو هو عدم استطاعة الإنسان من معرفة اتجاه الرياح فهذه الاتجاهات تتغير من دون أن يدرك الإنسان ضوابط حركة تغيرها لذا يصعب على المؤسسات التي تتابع هذا الأمر أن تشخص حركة الرياح بدقة متناهية من هنا يصيبون فيما يخبرون من تنبؤات الأنواء الجوية إذا ما جاء توقعهم لحركة الرياح واتجاهاتها صحيحا أما إذا لم يأتي توقعهم صحيحا فإنما أخبر به لن يكون دقيقا والحكاية أكبر من ذلك أنا أوردت هذا مثالا ربما يأتي يوم يتمكن العلماء من الوصول إلى أسرار حركة الرياح واتجاهاتها إنما جئت بهذا مثالا الكلام كله في دائرة الأمثلة الحسية التي تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجا الليل الليل المظلم ولا ما في السماوات العلا الجهات العالية فوقنا إلى الأرضين السفلة إلى كل طبقات الأرض لكل شيء منها حافظ ورقيب لكل شيء منها حافظ ورقيب من خلقه سبحانه وتعالى فهناك الملائكة الحافظة الحارسة وهناك الملائكة الرقيبة المراقبة والحديث عن السماوات قد يقصد منه الجهات العليا فوق أرضنا في هذا الفضاء وقد يقصد منها السماوات من السماء الأولى إلى السماء السابعة وكذلك ما يرتبط بالحديث عن الأراضين السفلة إما هي الأراضون مدائن السماء الكواكب الأخرى التي فيها ما فيها من خلق الله بحسب ما حدثتنا كلماتهم ولست بصدد الحديث عن هذه المضامين أو أن المراد من الأراضين السفلة طبقات أرضنا وفيها ما فيها لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجا ولا ما في السماوات العلا إلى الأراضين السفلة لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط فهذه الكائنات فيها الكائن الكبير وفيها الكائن الصغير وفيها الكائن الذي يحيط بغيره وفيها الكائن المحاط لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها والذي أحاط بكل شيء من المخلوقات الحقيقة المحمدية وهو محيط بها وكل شيء منها من هذه المخلوقات وكل شيء منها بشيء محيط والله هو المحيط بكلها والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان صروف الأزمان تقلب الأزمان تقلب الأزمان في ليلها ونهارها أو في صيفها وشتائها أو في خيرها وشرها وقطعاً الخير والشر ينسب إلى أبناء الزمان في الحقيقة الخير خير أبناء الزمان والشر شر أبناء الزمان ولكنه قد ينسب إلى الزمان عرضاً الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان يتكأده يصيبه بعدز بخلل يتعبه يتشكل عائق من العوائق في مرحلة من مراحل الصنع والإبداع والاختراع ولا يتكأده صنع شيء كان إنما قال لما شاء كن فكان وحتى هذا تقريب الأمير هو الذي يقول عن كلمة كن إنها لا بصوت مقروع ولا بنداء مسموع إنما أمره كما يقول سيد الأوصياء بين الكاف والنون في بعض أشعاره إنما أمره بين الكاف والنون هذه التعابير رموز وإشارات وأمثلة في مستوى التقريب اللغة قاصرة فاللغة محدودة بحدود ألفاظها وبحدود ما تدل عليه تلك الألفاظ من المعاني فهي جزء من عالمنا المحدود وبحسب قوانين الفهم والتفاهم والتفاهم فإنها تنسجم مع مستوى عقولنا فهي لا تتجاوز مستوى عقولنا وعقولنا محدودة فاللغات محدودة وهذه المحدودية تجعل اللغة قاصرة لذا فإن المتحدث حتى لو كان الأمير هو الذي يتحدث لا بد من حشد الأمثلة ومن تقريب البيانات كي نكون في مستوى من الحيرة المعرفية لا أتحدث عن حيرة الضلال عن حيرة الجهالة هذه حيرة المعرفة كما قلت لكم خطب التوحيد غايتها هدفها أن توصلنا إلى حيرة المعرفة لأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته في العجز عن معرفته معرفة الله تكون في العجز عن المعرفة لكن هذا يكون في أجواء حيرة المعرفة لا في أجواء حيرة الجهالة لا في أجواء حيرة الضلالة تلك حيرة أخرى ولا يتكأده صنع شيء إن كان إنما قال لما شاء كن فكان ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب التعب يطلق على ما يعانيه الإنسان بسبب العمل والمثابرة إن كان ذلك في الخير أو في الشر أما النصب فإنه التعب في الخير هذا بحسب الثقافة القرآنية وبحسب الأدعية الشريفة وكلماتهم لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل اللغوية يطول المقام بها وأرى الوقت يجري سريعا أحاول أن أكمل قراءة الخطبة الشريفة كي أفتح معكم جهة ثانية من الحديث في الموضوع الذي بين أيدينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى قطعا سيبقى الحديث مستمرا في هذه الأجواء حتى تتضح الصورة كاملة لديكم بقدر ما أستطيع أنا وبقدر ما تستطيعون أنتم والعون والتوفيق أطلبه أنا وتطلبونه أنتم أيضا من الحجة ابن الحسن يا بقية الله ولا تنسوا ولا تنسوا ولا تنسوا القيمة يا زهراء يا زهراء ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب وكل صانع شيء فمن فمن شيء صنع إما اعتمد مخططا معينة فكرة معينة هناك مثال احتذا المادة الأولية إلى بقية ما يدخل في حيز الصناعة والخلق البشري وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق لقد خلق المشيئة بنفسها وبعد ذلك المشيئة خلقت الأشياء وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم والحديث عن الحقيقة المحمدية بالدرجة الأولى لأنها لم تكن موجودة فلما لم تكن موجودة لم تكن عالمة وإنما أوجدها عالمة بعد أن لم تكن قد كانت فينطبق هذا الكلام بكله عليها في الدرجة الأولى فإن الله لا يقيس علمه بعلمي ولا يقيس علمه حتى بعلم الأنبياء من شيعة علي وآل علي لا يمكن المقايسة بهذا المستوى وكل عالم فمن فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم أزلي سرمدي لا أول لأوليته عليم عظيم قديم جل شأنه وتقدس وتعالى عن كل وصف به يصفه الواصفون باستثناء محمد وأهل محمد يجل عن وصف الواصف حتى الأنبياء باستثناء محمد وآل محمد يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت باستثنائهم وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم فاعرفوا مقام أئمتكم أو لأجبون ذول سرابيت تقيسونهم بآل محمد لأجبون سرابيت الشيعة مثلي ومثلكم ومن أمثال القابعين في النجف وتقيسونهم على آل محمد ويل لي ولكم إذا فعلنا ذلك وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم أحاط بالأشياء علما قبل كونها في علمه مثل ما قلت لكم مقام الأشياء في علمه أعلى رتبة من مقام تحققها أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما فمقامها في علمه أعلى فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها هذه هي الحيرة المعرفية وهذه العبائر تقريبية الأمير يقرب لنا الأجواء علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو المناوي هو المعادي لم يكونها لم يكونها لتشديد سلطان يا أحمد خلقتك لأجلي لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر أما الضد فهو المعادي والمناوي هو الذي يفعل العداء عمليا وقوليا والأمثلة تقريبية حسية من واقع حياتنا البشرية ولا ند مكاثر أما الند فهو المنافس والمكاثر هو الذي ينافس في المكاثرة فهو النظير لم يكونها لتشديد سلطان لم يكون الأشياء لتشديد سلطان لم يكون الحقيقة المحمدية هذا المعنى ينطبق عليها بالدرجة الأولى لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون الداخرون هم الأذلاء في ساحة فنائه جل شأنه وتقدس وعبد داخر عبد ذليل بين يديه والذلة بين يديه كمال كالعبودية بين يديه عزة ورفعة إلى الحد الذي تخبرنا كلماتهم الشريفة من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية وكذلك الذلة في فنائه جوهرة كنهها العزة والعظمة لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ لا يؤوده لا يثقله فسبحان الذي لا يؤوده لا يثقله لا يكون ثقيلا عليه فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة والفترة الكسل الفترة هي الكسل هي الانقطاع عن مواصلة العمل والجد والجد والاجتهاد فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق العلم الحادث هو العلم الطارئ وهو علم المخلوق علم الحقيقة المحمدية علم حادث لأن الحقيقة المحمدية حادثة أنا لا أتحدث عني وعن أمثالي لقيمتها للحديث عني وعن أمثالي إنما أتحدث عن الحقيقة المحمدية المخلوق الأعظم الأجل فحينما نريد أن نتحدث عن قدسه سبحانه وتعالى علينا أن نتأدب بالحديث حينما نأتي بالأمثلة أن نتحدث عن أقرب الخلق إليه إنها الحقيقة المحمدية هكذا يكون الحديث عن الله علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والثناء والثناء هو الضوء المشرق حينما يكون البدر في تمام هيئته في وسط الشهر القمري يقال لضوئه سناء القمار سناء القمار توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والثناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد وعلى عن اتخاذ الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه أحد الواحد الأحد الصمد تلاحظون أن الأميرة يكرر هذه الأوصاف الواحد الأحد الصمد هي مضمون سورة التوحيد وسورة التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة يقال لها نسبة الله ما المراد من نسبة الله بمثال تقريبي بطاقة الهوية هذه نسبة ونسبتكم البطاقة المدنية الحكومية الوطنية ماذا تسمونها هذه البطاقة التي تعرف بالشخص الهوية الرسمية للأشخاص بطاقة الأحوال الشخصية فحينما نقول سورة التوحيد بحسب تعابيرهم نسبة الله إنها بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى وهي في مضمونها تشكل ثلث القرآن فإذا ما قرئ الثلاثا فكأن الذي قرأها قرأ القرآن بكامله وفيها رمزية لولاء علي في مستوى اللسان وفي مستوى القلب وفي مستوى العمل الروايات حدثتنا عن هذا المضمون ولذا فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه قال في بداية الخطبة الحمد لله الواحد الأحد الصمت واستمر يتحدث في خطبته الشريفة فقال ثانية هنا الواحد الأحد الصمت وبعد ذلك جاءنا فقال ثالثة الواحد الأحد الصمت هندسة قرآنية وهندسة محمدية علوية فاطمية هذا هو التعانق والتطابق ما بين قرآنهم وما بين خطبهم وما بين كلماتهم التي فسرت لنا قرآنهم وبينت لنا أسرارهم التي تتعانق فيما بين آياتهم في عالم التكوين وما بين آياتهم في عالم التدوين في المصحف إنني أتحدث عن محمد وآل محمد فأنا لي بالكلمات المناسبة من جاء بالقول البليغي فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق فكل شيء كل كمال وكل جمال منهم إن كان في حديث شيء من الحسن فمنهم وإن كان في حديث شيء من القبح أو من الخلل فهو مني وذلك هو شأني الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد هو الذي يبيد الأبد والأبد إشارة للزمان وإلى الوقت بل إلى ما هو أبعد من ذلك فإن وعاء الزمان ليس وعاء لكل الموجودات وإنما هناك ما قد يصطلح عليه بأوان الوجود الذي يجزأ إلى آنات الوجود فأوان الوجود هو غير الزمان الزمان ناشئ من حركة الأفلاك وما كل الموجودات تخضع لحركة الأفلاك جزء من الموجودات تخضع لحركة الأفلاك على أي حال لا أريد أن أتحدث في كل هذه الاتجاهات التي قد تأخذنا بعيدا في طواياها وفي أنحائها وأحنائها الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد والأمد هو الوقت الذي له بداية وله نهاية أما الأبد فهو الوقت الذي ليس له نهاية بحسبنا فهو المبيد للأبد وهو الوارث للأمد للوقت المحدود واللا معدود الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا وحدانيا بالواحدية التي لا علاقة لها بالعدد كما بيّنت لكم في أول هذه الحلقة أزليا لا أولية له الأزلي الذي لا أولية له وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور والمراد من الدهور ما يتجاوز الأزمنة فالأزمنة مصداق من مصاديق الدهور زماننا الفلكي مصداق من مصاديق الدهور الدهور إنها أوعية الخلق فمثل ما في عالمنا الزمان وعاء لنا أو هو بعد من أبعاد حياتنا كما يقول الفيزيائيون البعد الزمكاني بحسب النظرية النسبية فالزمان وعاء لنا من جهة فلسفية لفلسفة الأشياء ولكن في طبقات هذا الوجود هناك من الموجودات الأعظم رتبة والأكثر عددا ليس محكوما بأزمنة الأفلاك إذ لا وجود للأفلاك التي كأفلاكنا هناك لكن لها وعاء لها وعاؤها الذي يناسبها فكل تلك الأوعية هي الدهور الدهور لا تعني الأزمنة التي هي بسبب حركة حركة الأفلاك الدهور هي أوعية طبقات الوجود في كل طبقة بحسبها هذا المضمون ليس اختراحا من عندي ولا أخذته من الفلاسفة فإن الفلاسفة يتحدثون عن مثل هذا ويتحدثون عن وعاء سرمدي وعن وعاء دهري إلى بقية التفاصيل التي تتحدث بها الفلسفة الإشراقية وغيرها لا أريد أن أخوض في هذه الجهات فإنني لا أعبأ بها مع علم التفصيلي بها لا أعبأ بها حرف واحد من أحاديث علي وآل علي لا أستطيع أن أقايسه بكل ما قاله هؤلاء وما قاله غيرهم لكن من خلال التدقيق في أحاديثهم وكلماتهم فإن الدهور أوعية لطبقات الوجود والزمان الذي هو وعاء لنا هو طبقة من طبقات هذه الدهور لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الصروف التغير والتبدل والتطور التطور إلى الأمام أو إلى الوراء قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الذي لا يبيد سبحانه وتعالى لا يبيد ولا ينفت بذلك أصف ربي هكذا وصف ربه علي وهكذا نصف ربنا فنأخذ الصفة من المعصوم فقط فاقفط فقط التوحيد تذكروا التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط هذه هي بيعة الغدير التي نقضها مراجعكم في النجأ بذلك أصف ربي علي يقول فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الظالمون نحن الذين نظلم الله بوصفنا القاصري بحدود عقولنا المحدودة القاصرة الظالمون هم الذين يعرفون الله من طريق العرفاء من طريق الفلاسفة من طريق علماء الكلام من طريق علماء الفيزياء من طريق ومن طريق هؤلاء هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إن الشرك لظلم عظيم حينما نأخذ التوحيد من عرفاء الشيعة من صوفية السنة من سقيفة بني ساعدة من سقيفة بني نجف من كتب علم الكلام من عقائد الإمامية للمظفة من كشف المراد للعلامة الحلي من تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي من شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري من كتب عقائد الطوسي وأمثالها فإننا سنكون ظالمين لله الأمير هكذا يقول هو مجاز أن يصف ربه هو وجه الله هو لسان الله هو عين الله الناظر هو يده الباسط هو نعمته السابغ هو نقمته الدامغ هذا هو علي هكذا نسلم عليه في زياراته السلام على وجه الله المضي واسمه الرضي السلام على الكوكب الدري أبو الحسني علي ورحمة الله وبركاته هذا هو علي هو الذي يقول بذلك أصف ربي فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقت الحلقة انتهى وأضفت وقتا إضافيا وانتهى الوقت الإضافي ومن انتهى حديثي من انتهى حديثي لقد لم لمت الحديث على وجه السرعة موسيقى موسيقى